سنتحدث إذن مشاهدين مع ضيفي الآن الذي سينضم لنا عبر السكايب من بون الألمانية انضم لنا إذن رئيس المركز الأوروبي لدرسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات سيد جاسم محمد عن هذا التقرير وعن نتائجه تبعت معنا سيد جاسم هذا التقرير تحدث عن تراجع عدد القتلى جراء الإرهاب في عام 2016 وتزايد عدد البلدان المتضررة بالنظر إلى تراجع عدد القتلى هناك تزايد في عدد البلدان المتضررة من الإرهاب كيف تقرؤون ذلك؟ وجدت أن خارطة الإرهاب ربما فيها تغيير نسبي نجد أن أفغانستان ربما ظهرت إلى سطح أكثر من سوريا وأكثر من العراق برغم أنه العراق احتل مثل ما جاء في التقرير حوالي 30% من العمليات الإرهابية لكن القفزة التي حققتها أفغانستان في حجم الضحايا وكذلك نوع الإرهاب هذا يعني بأن الطالبان ربما تختلف عن بقية التنظيمات المتطرفة من ضمنها داعش أو القاعدة باعتبارها هي صاحبة الأرض فإذن هي ربما وجدت قدرات أكثر تكتيك أكثر هذا ما يتعلق في أفغانستان أما بالنسبة للتوجه الجديد التي شمل أوروبا أوروبا دخلت حديثا على العمليات الإرهابية أقصد من خلال أو بسبب الإرهاب المتأسلم أو الإرهاب الإسلاموي خلال عام 2014-2015 عام 2016 كانت دخلت أيضا على الخارطة ولكن كانت عمليات محدودة والضحايا بالتأكيد لا يمكن مقارنتها بما شهدتها سوريا والعراق إضافة إلى دول أخرى فإذن هناك توجه إيجابي مثل ما جاء في التقرير في عام 2016 وفي النصف الأول من هذا العام 2017 وهناك تفاعل أكثر بسبب الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب طيب إلى أي مدهي عبارة عن محاولة إيئسة فقط ومحاولة إثبات وجود ليس إلا تنظيم داعش بالتأكيد أنه بعض ضرب معاقلة نلاحظ أنه جغرافية الإرهاب بدأت تتشضى أكثر فنلاحظ أنه تم تنفيذ عملياته في أفريقيا غرب أفريقيا في شرق آسيا في الفلبين إندونيسيا كذلك دول ربما دخلت حديثا على الخارطة حتى خارطة أوروبا نلاحظ أنه كان يركز على خارطة غرب أوروبا نلاحظ أنه جنوب أوروبا مثل كتالونيا برشلونيا ضربها أيضا الإرهاب حتى سويسرا فإذن الخارطة بدأت تتوسع أكثر بسبب ما تملك هذه الجماعات من عناصر أجنبية وكذلك هو يحاول في هذه التوسع الخارطة في تشتيت جهد الاستخباراتي في موضوع تراجع عدد القتلة إلى أي مدالي الحكومة دور كبير في ذلك في إحكام السيطرة الأمنية مع تزايد خطر الإرهاب ومع تزايد عدد الدول المتضررة بالتأكيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مراقبة أو منع التطرف أو مكافحة الإرهاب من إجراءات ميدانية مضمنها المراقبة كذلك إجراءات مكافحة الإرهاب في القبض على الجماعات المتطرفة تفكيك خلايا هذا الجهد الاستخباراتي بالتأكيد كان إلى نتاج إضافة إلى الجهد العملياتي على الأرض نشر القوات كذلك نشر أو انتخاذ بعض الإجراءات حواجز موانع نشر شرطة قوات هذه كلها أيضا ساهمت بصراحة في موضوع محاربة الإرهاب إضافة إلى جانب يجب أن لا ننسى وهو موضوع محاربة الدعاية المتطرفة شكرا جزيلا لك سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي دراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات كنت معنا من بون الألمانية شكرا جزيلا لك